السلام عليكم استاذنا وعليك السلام علي صوتك بس شوية علي صوتك شوية ان شاء الله اتصلت وانقطع الخاط فحبيت اكمل الرسالة اللي اوصلها من خلال برنامجك استاذنا بال2007 صارت طائفية بين الناس اللي موجودين بالعراق على الهوية على السنة وعلى الشيعة وراحت بيها مئات الناس وراحت بيها اتيتمت بيها اطفال وراحت بيها ثكالة وصارت بيها ارامل بسبب هذه الطائفية المقيتة حلو اسمعني استاذنا العفو ايوه بسبب الطائفية راح اهلاف الشباب فضل من الطرفين قسما بالله العظيم ايوه والمفروض ان احنا نعمل ايه المفروض اللي ندعي للتصالح بين الطرفين للتسامح بين الطرفين الممكن انت حضرتك انا ممكن انت استاذناء الممكن انت الاarg ليقي واحد 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 اختصاب الابن او الام ام القول بتحريف القرآن ايهما اشد يا عم انا بسألك سؤال بس يا ابن لو سمعت ايهما اشد يا عم الله يبارك في عمرك فكرتك ما بتجيش اللي عندي انا ما تروح تقوله فكرت كل اللي بيسبه الصحابة روحوا قولي فكرت كل اللي بيشتمه امهات المؤمنين روحوا قولي فكرتكم للذين يقولونا بتحريف القرآن شكرا انيك يا استاذ فكرتك هناك مش هنا نحن هنا ندافع مش بنهاجم احنا مش فتحيني البرنامج عشان نسب باهل البيت لا والله احنا فتحيني البرنامج بندفع عن القرآن الكريم بندفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بندفع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولك لا اتصالح لو ان هناك مختصب لبنته ما يتصالح لكن عنده استعداد يتصالح مع ما يقول بتحريف القرآن عادي وقرآن بيهمهم ويقولك ان اصلاح نسمع عمر وفي الاخر شيعي وفي الاخر شيعي ترجمة نانسي قنقر